لحظة تاريخية هذه الناس الكل نعرف وقعدين يدينا على قلوبنا نحاولوا نفهمه شنو وقعت صاير من البارح منذ اعلان قيسة سعيد رئيسة الجمهورية تجميد عمل المجلس لمدة شهر حل الحكومة وايقالة المشيشي وسيشرف مباشرة رئيسة الجمهورية على تعيين رئيس حكومة جديد وعلى تعيين كذلك اعضاء الحكومة بعد اقتراح من رئيس الحكومة الجديد من المرشح ان يكون السيد شرف الدين تذكره لكل وزير الداخلية سيبقوا لتمت ايقالته من قبل المشيشي ما من المعتقد ومن المرتقب ومن المنتظر انه هو يتولى تشكيل الحكومة الجديد انذكر اللي تم تسمية السيد خالد الياحياوي مدير عامل امن الرئاسي في خطة وزير الداخلية مواصلين تحليلنا للقاعة صاير للخطوة خلينا نقول الخطوة الايجابية ممكن للاتحاد العام التونسي للشغل اتوجه نوردين تبوبيل قصر قرتاج للتباحث والتفاوض مع رئيس الجمهورية لوضع خطة طريق خلينا نقول خريطة طريق مستقبلية خليل هني جايك خليل الرقيق نستقبل ضيوفنا توا سيد عبدالعزيز القطية الناشطة السياسية النائب السابق هلها سهلا بك نستقبل وقليلك سيسوفيان بن عشور عضو بن عشور بن عشور 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 طول سمحي سيسوفيان عشور وانتي عضو حركة 25 جويلية حركة 25 جويلية هانتو نفهم واكثر معاكم بعض لحظات شنو حكيت الحركة هذي كيفاش مهدو مع صمود مع الشعب يريد مع شكون بالضبط بش صار اللي صار البارح قبل خليل الغدياني خليل الرقيق عفوا في قراءة لما جاء على لسان الاتحاد العام التونسي الاتحاد العام التونسي اللي مكانش فقط مهم اعتقد انه كان حاسم بمعنى انه راه تونس الداخل وخارج تونس كان ينتظر هذا الموقف منذ البارحة لتعديل الامور وفهم ما يجري يعني عندما نجيو في تونس الاتحاد شغل فيها من الحركة الوطنية التو محدد في الشرايين الحيوية لدولة التونسية ويقول اليوم انا معاه الاجراءات بمعنى اليوم ميزان الكافة امشاء للاجراءات التي اعلنها رئيس الجمهورية كيف يتبقى تبا الاتحاد عنده مسئولية كبيرة في هذا بمعنى الاتحاد شغل عندما اليوم حط روحه في وسط حزمة الاجراءات هذه رو حط ميزانه حط مصداقيته مع قواعده حط الكريديباليتي اللي عنده الكل عند الشعب التونسي والمسئولية في الامور المعيشية مسئولية بتاع العمال وغيره شنو معناتها معناها اليوم سي طبوبي باحد الرئيس الجمهورية لماذا هذا هو السؤال المحدد عندما تحدثنا على 30 يوم باش ميقاش خلطر 30 يوم راما همش مرحلة انتقالية 30 يوم هما تجميد نشاط مجلس النواب اللي هو اجراء استثنائي ينجم يتمدد استثنائيا 30 اخرين و30 اخرين و30 اخرين 30 يوم هما نجموا يقولوا مهلة ليجاد اتفاقات كان بعد 30 يوم اتفقد ساحة سياسية واتخنى في الاصلاح وحدة قياس صفح ما تخناش ثم وينهى العمل بتلك التدابير بزوالي اسبابها بزوالي اسبابها ايه معناك اخي نوم هي وحدة قياس بسيطة وحنا روح في الحقيقة استثنائيا وفي ظرف حتى في التحاولات السياسية الشابهة في العالم دي ما الي يخرج يتكلم يقولك بعد عامين انتخابات بعد 6 شهور انتخابات احنا هذا بلان تو يعني اتحاد الشغل والمنظمات والاحزاب دورها انه خارط الطريق واضحة واختيش انتخابات بعد 6 شهور بعد عامين مش نقعدوا لـ 2024 بالصيغة هذه وإلا بش نخدموا مرسوم جديد للانتخابات مرسوم جديد للهيئة المشرفة على الانتخابات طريقة جديدة في الاقتراع اشكول الاطراف اللي بش نقعد على الطاولة والاتحاد هل بش يعطي رأيه وفي الحقائب الحكومية اللي رئيس الجمهورية بش يعيينها اترمون هذا هو السؤال وهذه مسؤولية اتحاد الشغل في تقديمه نشوف ولي الاتحاد قاعد زادة يخلط على القطار نوعا ما اكيد انه فما موقف مساند ضمنيا لكن بشروط بخطوط حمراء لرئيس الجمهورية ومنها انه لا يترأس النيابة العمومية هذا واضح للعالم هذا واضح وهذا يبدو انه حتى من بيان هيئة المحامين وبيان القوضات هو سؤال ولكن هو سؤال نعتقد الان مازال بكر علاش؟ لانه وقت يقول لك نتولى النيابة العمومية هذا في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة اللي بشترجع فيها قليل امور الوزير العدل بمعنى الرئيس ما اخداش ده السلطة القضائية اخداها في قرار حيلي بعد في التفصيل بشترجع الوزير العدل كما كانت في وقت الترويكا وقبل وقت الترويكا وقبل وقت الترويكا بمعنى ما نتصوريش مشكلة كبيرة انا اعتقدنا انه اللي جاي بالعكس فرصة للقضاء التونسي اللي بدا عنده شارين يتعافى واللي بدا يخفيه اجراءات باش ميدخلش في السياسة انه اليوم تبترفع عليه اليد الحديدية اللي كانت تعيق الملفات واللي كانت تطمس في الادلة واللي كانت تضيع في البراهين ونعرفه جيدا شنو اللي صار والمقالم تاع القضي اللي تورط مع حركة النهضة في اخفاء ادلة وملفات بشير العكرمي الحديث عنه من بعد شوية نستقبل معنا الصافي سعيد يكون نضيفنا زادة في التغطية الخاصة في تسعين دقيقة معنا سيد عبد العزيز القطي الناشط والنائب السابق الناشط السياسي طبعا سيزوفيان عشور ننتلق معك في الحديث عضو حركة 25 الجويل يمن انتم ماذا فعلتم وهليكم دخل في اليسار البارح نحب نشكر ساعة انا الاشخاص اللي عملوا المجموعة هذية اللي عملوا الجروب لا للتعويضات لا للتعويضات لا للتعويضات على رأسهم يا 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 غرس الله قلت اللي عملت اللي عملت كل كل كلنا فائدة جاءتني الانفتاسيون ادخلت ونعملت في المجموعة قلت معها قلت لها كيف نعمل كيف نقدم قلت اللي عملته حاجة كبيرة قلتني دخلت معها في الجروبتي قديش فيه الجروبة ذاية سامحني سبعمائة الف في ظرف ممكن اقل من ثلاثة سابيع ايه هو هاتي سهلة انا شخصيا عندي هاتي تقريبا الف وستة مئات تتي كونتاكت تتي في وسط البروفيل انتاعي على الفيسبوك واحد واحد فردا 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 بعثت لهم انتي ميساجات تتي بشو تخلوا لغاديك معتلنا اخواتي ألف نبعث لهم الكل الكل هم يكن نقول ألف عند مليون نتيب عملية الحجد والتعب اذي واضحة شنو كان تأثيركم شنو نظمتم ومين انزلتم وباي تنسيقية انزلنا هاتي في تونس الكل كامل تراب الجمهورية كامل تراب الجمهورية من وراءكم؟ شباب شباب تونس وقت اللي كنت نحكي لك اتي على يا يا رسالله كيفاش تعمل الجروب اتي صارت تهديدات صارت ضغوطات جيني تليفون سوفيان سكرنا الجروب اخرجنا اخرج يا رسول الله مرحلة هاتي تاريخية في بلادنا موضوعية كيفاش نعمل نخرج نخليها كاكة لا قد خامل طرف ورجعت رجعت الجروب وعملت نداء لبعض شباب في وسط المجموعة اللي هما كلموني ومنها تعمل جروب اخر هو الالهي بالخدمة هذية كان فما تنسيق مع حركة سمود؟ اتي التنسيق الوحيد هو في وسط المجموعة اجمعتنا لكلها خدمت على روحها انتي جيت قلت لهم فمش كون كلمني فمش كون يبعث لي مساج اذني قالوا لنا اتي راه هو هم دفار راهوا درشنوة تستحقوا اي حاجاتي راهوا موجودين حتى فلوس كنت حبوا انتي موجودين قالوا لي لكلهم قالوا لي لا مرة اخرى قلت لهم راهوا فمش كون يحب يساند يحب يساند نفس الشي الكل هم مش فهمة واحد قال لاتي خموا قالوا لي لا سوفيان رانا نخدموا مبعضنا والكل هم انتي يخدموا اتي صباح وليل البريمة فينا هاتي ياخو في ثلاثة شوية عنو في النهار البريمة فينا منذ ثلاثة اسابيع بضبط منتو ما تاخد مصباح وليل اي نعم باش تتحركوا الشارع اي وين هبطوا كم التراب الجمهورية البارح في باردو موجودين البارح في سفيقس موجودين في سوسا موجودين الشعب موجود الشعب هلا دعيتم لي خلينا نقول ما نقولش حرق لكن على الاقل الاقتحام مقرات حركة النهضة لا اذا كنت ترجع وتشوف سلمية 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 ونقولوا فاها ونعودوا فاها على الاقل ثلاثة مرات سلمية تونس بلادنا تونس متاعنا اتهموكم بالاجرام والبلتجة بنحكيوني على اتلاف الحاكم شنو تجاوبه؟ بلتجة على بلادنا نمشينا قلبنا فائض راهو التحرك اليسار راهو هاتي 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 قلبها فاز مش معبي فاز 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 وهو هاتي نداء لهنا لتونسة نقولوا لهم يا تونسة راهو مزلنا يزمنا نخدمنا رواحنا يا ما سامحني كمون ايتر كونفانكون متاع انو اللي خرجوا راهو سامعونا واللي حرقوا ما هم شو متاعنا اما الباكيت جما متتتحملوه ولا متتحملوهش هو من ناحية تتحملوه ولا متتحملوهش احنا مرة اخرى او حتى البراح وانا بدي شخصيا اتني اللي هاتي يعمل في اي ارباح حاجة هاتي نقولوا لا لا اسمع سوتي هاتي سوتي هذيرا هم بحاح على خطر انسيحوا نعيت لا راهو سلمي سوفيان عشور عن حركة 25 جويليا اليوم مساندين لقرارات رئيس الجمهورية في انتجام معاه اي اي اتني احنا هنت تصحيح للمسار الديمقراطي متاعنا تصحيح للمسار الديمقراطي يلزمنا اليد في اليد ناقفوا للبلاد اتي وانت كيف كيف ردوا بيننا راهو هاتي التونسي مزان موجود اتي راهو هاتي صراعا اذا كنا نتذكروا مبعضنا هاتي اتي سان باردو اهي التونسي خرجت ولو انتوا فيها احزاب اما راح يتونسي هي اللي خرجت وحتى البارح يظهر لي شوفناهم الكل في كل المناطق متاع الجمهورية ولا واحد بخلاف الدرب والبلاد ما خرجش حاجة اخرى من رأكائز قوى التحركية البارح ممكن انها كانت مستقلة عن الاحزاب وهذا ليزاد اعطاها ممكن نفس وطني نفس ديمقراطي وخلي نقولوا بعض شعبي عميق هذا لي خلى ممكن بارشة وان سيكونوا مقتنعين باللي شافوه عكس حركة النهضة والأسلاف الحاكم اه نرجع لكوني سعبد العزيز القطي السياسي النائب واليوم الناشط السياسي المستقل كيفاش اولا قريت قرارات رئيسة الجمهورية في انقلاب يقولوا دستوري نعم فما يقول لك لي انقلب السحر على الساحر وهل تعتبر نفسك من المنظومة اللي يحب يلفظها اليوم الشعب شكرا اولا بالفعل انا اعتبر نفسي انه من المنظومة كنت جزء من المنظومة لفظها الشعب وانه الشعب حسم في هذه المنظومة المؤشرات رايي كانت موجودة من المونداء اللي فاتت من المونداء 2014-2019 كانت موجودة كذلك في الفترة التأسيسية متع المجلس التأسيسي واللي انقذ العملية لربما انقذها بين الظفرين هو اعتصام الرحيل والاعتصام الرحيل في ذلك الوقت كان عملوه النواب والاحزاب لانه في ذلك الوقت كان مزال فما بريق وفما ثقة شوية في التوانسة في بعض الاحزاب اللي موجودة الخيبة اللي صارت هي في ذلك التحالف اللي صارت بين حركة النهضة وانه دا تونس من الأول بعد انتخابات 2014 اللي كانت هي التتويج متاع اعتصام الرحيل تقريبا وبعد ذلك انهيار نيدي تونس وتغول حركة النهضة واللي صارت هذا كل هذي مسار كامل ادى اليوم بعد انتخابات 2019 والمشهد اللي اعتادت هنا واللي قاعدين شوفوا فيه توان سيتفرجوا فيه في البرلمان والتدهور اللي صار على مستوى الاقتصاد على مستوى الحكومات على مستوى التخبط على مستوى التعطل على مستوى الكل وخاصة بعد جهة الكوفيد وجهة الناس اللي قادة تموت والفشل في التعاطي مع المشكلة هذية كم القطاع الصلة بين الشعب التونسي وهاتي المنظومة اللي له خيان بطبيعة الحال اليوم مواطنين عاديين لانه اليسار هو حراك تلقائي مواطني شعبي معزول وغير مرتبط لا بمنظمات ولا بأحزاب والناس اللي خرجت خرجت من الجروبات متاع حركة 25 جوليا وفهم الناس خرجت من جروبات اخرين وفهم الناس خرجت خطرهم جيران وفهم الناس خرجوا على خطرهم شباب ما عايش عنده امل في البلاد والخرين خرجوا لانه طبقة وسطة تفكرت وتهمشت ودققت وشافوا انه المستقبل ما عايش فهمها هذو من الكل همومة اللي خرجوا له فهم الناس يا ربا ما من الشباب اللي كانت عندهم شوية نزعها كثورية وكانوا يتمحوا لا كانت عندهم عندهم غضب كبير خلام يتوجهوا لمقارات حركة النهضة وانا مقولش انه التوجه للمقارات ولا حرق المقارات ما جديسكيت بالاكت انه جديسكيت الرمزية انه اليوم الحراكة اللي صار والمواطنين هذو ما قالوا هو العدوه متاعنا العدوه متاعنا وهذا هي حركة النهضة واللي هي تمثل بطبيعة الحال المنظومة باعتبار انه موجودة في الصدارة وهذاك عليش ما شوفناش مقر واحد شوفنا العديد من المقارات دونك المساج واضح بريق ليضوا ما ناس مواطنين هبتوا بعد تخرج حركة النهضة ويخرجوا قياداتها معناها بشي شوهوا الناس هذية هذية هو العيب الكبير ولو احنا حتى انا كنت في المنظومة اللي ربما ساهمت في خراب البلاد هذية اما لكن على الاقل يجي نعترفوا يجي نصححوا يجي نقولوا را نغلطنا يجي نقولوا راهو اللي صار اليوم حقه صار قبل وبالفعل اللي عملوا قيس سعيد حقه عملوا الباجي قايد سبسي مالباجي قايد سبسي ما عملوش لماذا؟ ليه عدة ايه هو باهي هو باهي الزية اللوتوكريتيك النقد الذاتي لكن باعتبارك انت تعترف انه كنت من المنظومة القديمة والمنظومة ذية القديمة الشعب فد منها والفضها ايه ما لا انتش تعمل اليوم ما نعمل فيها شيء شنو تموقعك في المسجد السياسي ما عندي حتى تموقع اسمية تموحاتك ما عندي حتى تموحاتك تموحي هو انه البلاد هذية كيمالو خيالي انا اول انه قبل كل شيء مواطن تونسي انه نشوف ولا ربما انا طلعت على حاجات التونسة العاديين ما يعرفوهاش انا مذابية ها كما كان اول كلمة قالها هو يوقع تصحيح مسار حتى ولو المسار هذية صاروا فيه دي دير امهات ما يا عبدالعزيز تجسم انك في المستقبل ما ليش بشوك منشوفوك في قيادات لا 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 هذية قلت وكتبت عشرات المرات هذا انا مواطن عادي عندي فكرة عندي رأي عندي تجربة قاعد اليوم من خلال التجربة هذيك انقيم ونساند في من اراه صالحا للبلاد هذه وهو كذلك من داخل المنظومة القديمة يصارح وكذلك يقوم بالنقدة ذادي متاعه عبدالعزيز القطي ذيف ناسي سوفيان عشور عن حركة خمسة وعشرين الجويل يا سوفيان بن حميدة هوني نقدم لكم اخر الاصدارات لرئاسة الجمهورية اذا اصدر الرئيس قيس سعيد امرا رئاسيا قرر من خلاله اعفاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية السيد ابراهيم البرتاشي وزيرة الدفاع الوطني هوني ياسوفيان استقريت بالغلط الحقيق السيدة حسنة بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنية بخاصة وذلك ابتداء من يوم الاحد 25 جولي 2021 كما تقرر بمقتذة الامر ان يتولى الكتاب العامون او المكلفون بالشؤون الادارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف امورها الادارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة جديد واعضاء جدد فيها اذا هوني الامر اصبح واضحا اقالة الوزراء ومن خلاله تعيين بالنيابة طبعا تعيين الكتاب العامين او لدفور كما نقول المكلفين بالشأن الاداري والمالي في الوزارات عيوضا للوزراء اذن المقالين هكا واضحة الامور بدأوا الاجراء اتيار بتقول الاوامر ستتهاطل في الساعات القليلة القادمة وفي الايام القادمة اعفاء كل من وزيد الدفاع مفاجعة هي المفاجعة هي المفاجعة لانه امس اه كان من بين الموثمين ام اي لكن اقاله لماذا؟ لانه لم يأتمر لماذا؟ لماذا؟ لا لا اه اكيد لا لا اكيد انه الايقالة هي تفتح الباب لرئيس قيس عيد للتحكم اكثر في وزارة الدفاع دفاع معلها وزير الدفاع السابق كان صد انه بساكل معلها هو عبر هو في الحقيقة عبر في بعض الحالات على عدم رغبته في ادخال المؤسسة العسكرية في التجذبات السياسية. ممكن هذا السبب. يا مياه بالمياه معايا اليوم ما يكشر رجل المرحلة. وهذا هو قيس عيد. هذا هو قيس عيد. يكحل يسود. ما فهماش رمادي. لانه المرحلة تقتدي ذلك. لا لانه لانه ما يمشيش لا يتصرف بمنطقة سياسة. هو يتصرف بمنطقة خاص. ممكن زادة بثنائلة الشر والخير. يا اما طيب يا اما يا اما نافع. يا اما ظهر. يا اما دواء. يا اما داء. وهذا ممكن اللي طالبين التوانسة اليوم انه نحطه حد وسد منية امام الداء. انه التوانسة تطلب شيء الشارع او الشعب يطلب شيء. هذا معقول. لكن القيادة السياسية راو عندها انتبلو قدامها. فيه معطيات. معطيات عديدة جدا. مصارح. ومركبة جدا. ومتشابكة. يلزم الكل تاخذها بعين الاقبار ليجاد توازن. اه. وذاك عليش. لا في تونس لا في غير تونس. ما شفناش حد سياسي. ما يعملش توازنات. ما يعمل. قيسة عايد يبدو انه مزيل. فكل نقاوة السياسية. اه. اللي تخليه رافض لأي اه. 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 موازنة في الموقف. ايقالة المشيشي طبعا منتظرة وتم علانة عليها. ويقالة كذلك وزيرة العادل بالنيابة. كان منتظر. خلي نقول. وتوا نحكيه على ايقالة وزيرة دي. فعلي عينه. رئيسة الجمهورية. سيا عبد العزيز القطي وانتي تعرف هالامور دي. خلي نقولها داخلية ترتيبية. كماش تقرأ من القة؟ هو الامر شفيه فيها ايقالة لرئيس الحكومة لوزير الداخلية باعتبار انه رئيس الحكومة هو وزير الداخلية في ايقالة لوزيرة العادل وفي ايقالة لوزير الدفاع. يعني رئيس الحكومة والثلاثة وزراءター سيادة. بالضبط وزرات السيادة الكل. وزرات السيادة الكل واللي هما المفاتيح متاع الاجراءات الاستثنائية اللي اعلن عليها رئيس جمهورية البارح. بالنسبة لوزارة الدفاع. باعتبار ان الجيش اليوم عنده دور باش يقوم به. وانا لا اعتبر بانه ما كانش من الموالين وانا كان عجر تعثر قدام. لا انا اعتبر بانه تم توسيمه البارح. وقال له برك الله فيك. قمت بدورك في مرحلة معينة. اليوم تونس دخلت في مرحلة استثنائية تتطلب لربما شخصية اخرى. وانتي كنت موجود في حكومة. انا اعلنت على انه ساعفي هذه الحكومة بمن فيها وتم اعفائه. مش تكون فما شخصية اخرى. في علاقة بالسيدة وزيرة العادل بطبيعة الحال. لانه اليوم هو اصبح سيد رئيس الجمهورية استثنائيا. ولمدة معينة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. هو رئيس النيابة العمومية. ووزير الداخلية من البارح سيد خالد اليحيوي تقلد طبعا اخذ مقاليد وزارة الداخلية. وعليه انا اعتبر بانه هذه الاقالة واقالة وزير الدفاع هو نهاية مرحلة برجالها. والدخول في مرحلة جديدة. اللي تطلب اسماء اخرى ورجال اخرين. هل سيترأس رئيس الجمهورية النيابة العمومية. وهوني برشة يتسألوا. قد يكون هذا الاجراء الخط الاحمر الذي لا يمكنه انه تجاوزه. وقت اللي نحكيه على الديمقراطية وقت اللي نحكيه على بين ظفرين. لكن في الوضعية الحالية يصعب تلافي. به انتوبة في حركة 25 جويلة شنو تقولوا سيزو فيان عشور. نقولوا الفرحة في العينين العباد عندنا قداش من شفنا هيا الفرحة. رانا هاتي كنا ميتين بالحيات. رانا ميتين بالحيات كنا. شفنا فرحة. انساندو انساندو احنا موجودين. الديمقراطية اللي خرجت اربعة تجانبي الشعب اللي خرجت اربعة تجانبي وقت منظومة بن عليه واليد تعبن عليه وخرجت والكرتوش واللي نحبه احنا والشعب التونسي خرج وحاود خرج ومزل بشي عاود يخرج واحنا موجود ايه هذا هو اذا مع انه اليوم رئيس الجمهورية يحتكر هالسلطات دي الكل مدامه هاتي باكين ما كنا نحكيه هاتي 30 يوم ونرقاه بش نقدمه من مرحلة المرحلة اخرى مدامه تصحيح للمساء بلغ العفن وماذا وقيت باش يكون الدواء في حجم الداء هذا اللي تقولوه نوعا ما سيسوفيان عشور سيح عبدالعزيز القطي الايام القليلة القادمة على شنو بش تكشف نحكيه على خريطة طريق الاتحاد قاعد الاتحاد اللي عم تونسي للشغل طبعا قاعد يحاول يفرض نوعا ما هالخارطة ذي انه يقول رئيس الجمهورية اعطينا رزنامة واضحة قلنا وقتاش كيفاش نو الاوامر القادمة واعطينا تاريخ وقتاش باش توف المدى الاستثنائية وقتاش باش نمروا ونلشؤوا للانتخابات السابقة لأوانيها طب هو بطبيعة الحال راهو اليوم رئيس الجمهورية مش معناها عنده كارت بلانش معناها باش يعمل اللي يحب انه اليوم عنده سلطة تنفيذية واخذات سلطة الكل مش صحيح هو معناها دفت لانه البريود هذي ترانزيطوار متاع انه ما فاماش حكومة لفت انهاته مشيش حكومة الوزير العدل مشيش توليه كذا رئيس الحكومة مشيش توليه عنده صلاحيات وترجع الامور الاني صابع اما لكن واحنا في وضع استثنائي وامام التحمل المسئولية من قبل رئيس الجمهورية يبقى هو اللي مش يتحكم في الامور هذي الكل الى حين ايصال الامانة الى اهلها وتوصيل البلاد الى بر الامان وهنا يجي دور الاحزاب وهنا يجي دور المنظمات اللي بالفعل قلب على البلاد واللي قلب على تونس والدليل على ذلك اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل كان واضحا ما قام بمسندة الاحتجاجات زكى ما قام به سيد رئيس الجمهورية ما لكن قال له بالنسبة لنا ننتظره انه تكون فما خريطة طريقا وكذا وانا نقول انه رئيس جمهورية قد اعلن على ذلك اعلن على ذلك قبل في العديد من اللقاءات وقال راوزهم اصلحات على المستوى النظام السياسي اصلحات على المستوى قانون الانتخابي اصلحات على المستوى كذا وهذا اعلن عليه في لقاءات متعددة كاكة معناها في الكلام اليوم بطبيعة الحال والبارح قال انا ساتباعا مش تكون فما العديد من القرارات الاخرى معا اليوم السيد نوردين طبوبي مشابح ذاه مش تكون الاكيد فما لقاءات اخرى فما بيانات اخرى وبكون نتوى اندزوا مع بعضنا على انه هالخريطة الطريق هذه تكون في اقرب وقت على الطاولة بعد ما تزيد تركح الامور لانه اليوم ما ننساوش اللي فما ناس قاعدة تحاول ان يتعمل شوية مشاكل قاعدة تعمل في ضغط اخر قاعدة تهز في الرأي العام الى مسارات اخرى الناس هذية يزم هتريث يزم هتشد بلاستها وخليني بداوا نحكيه على المستقبل بتاع بلادنا تحكي لي حضروا الرابعة اثنين رابعة اثنين رابعة اثنين لا الموضوع انتهى الموضوع ذي رابعة امكانية ما فمش هاي ما ياجو ما يعملو شهر لا موضوع انتهى لانه اول النهضة ما نجحتش في تعبئة انصار بحجم كبير اللي نجم تولي تخلق ديناميك كيما رابعة شنين انه راشد الغنوشي فهم ذاك وهو بانسحابه اقضاه على اي امكانية لمزيد توسع التحرك تعانصار النهضة انسحابه اليوم كانت الضربة القاسمة لانه في نفس الوقت هي اقرار بفشل تعمو نورا وثانيا اقرار بفهم خاطئ لما يحدث اللي خلقات ساير بكزاك نبعدو نبعدو على الاستفزازات بسالش اي شكرا معتالي لا يقصد كوني سي عبد العزيز كي قلت بتطفاصو ما نجمو يعملو شاي على ربعة اثنين نبعدو على الاستفزاز المشاعر برشة توانسة ممكن يكونوا محالفين مواليني حركة النهضة ولا اتلاف الحاكم نبعدو شاي على مستوى انو يصير عمف ولا كذا ما يعملو شاي لانو الامن موزي لا لا ما يعملو شاي دون لسانس انو من يجموش يخلقو حالة عمف البلاد والي اذا كان خاطر فهم برشة يخوفو في التوانسة حرب اهلية ودم لا لا يا سيدي ما هو مش يصير حد شاي لانو اليوم عنا مؤسسة عسكرية موجودة مؤسسة امنية موجودة ستحمي المواطنين لا لا هذا هو هذا هو فقط امور مفصلية خليني نترقولها كمان نحكيه على الجايس اللي قلنا راهو منضبط تماما لقرارات الرئيس الامن ممكن انتفاجئنا شوية الامن وكأنه وكأنه انضبط كيف كيف هو بيدو تماما لقرارات رئيس الجمهورية سياد العزيز فم عقيدة امنية راهو سايبنا من الواحد راهو فم عقيدة امنية اللي اللي تخدمت على ستين سنين اللي فاتت العشرة سنين اللي اللخرى صاروا برشة بالبيس فما كل مجموعة نسميهم بوليسية علي العرير اللي يدخلوا في فترة علي العرير اذوكم مش نبقاوا قاسيهم العشرين سنين القدام لكن عدد قليل في الحقيقة مش العقيدة الامنية فما في تآكل الدولة بينصور فما شوية لعب سياسي منا ومن غاديكا لكن في العمق في العمق آآ المؤسسة الامنية ما يتخافش عليها بحي السياسي عبد العزيز المؤسسة الامنية كما قلت سوفيان احنا اليوم امام مؤسسة امنية امن جمهوري وهذاك هو الاصل وهذاك هو الاساس والعمود اللي فيه قريم بتاع المؤسسة الامنية الباقية راهو هذيك حويجية مركبة لخدمة مصالح وناس معينة واللي نقولوله احنا كنا نقولوله من 2011 اللي هو الامن الموازي اللي هما اربع كعبات سواج مات علي العريض ولا بعض المديرين اللي يتحطوا لغايات المعينة ويعمل شوية كلوارات كما كلوارات اللي موجودة في القضاء لانه المؤسسة القضائية كذلك واللي هي ستتعافى قريبا وقريبا جدا وبداية لجاء عملية استقلاليتها وتخلص من الشوائب اللي موجودة فيها بداية منذ مدة ومنذ اسابيع ولكن الان مش نشوفه جيش وطني امن جمهوري وقضاء مستقل يشتغل تم تعين سيد خالد اليحياوي مدير عمل امن الرئاسي في خطة وزير الداخلية ومن المنتظر انه تم تعين سيد توفيق شرف الدين تذكروا وزير الداخلية السابق لأقال سيد جامل مشيشي بشي تم تعين رئيس حكومة وسيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ما يقترح على رئيس الجمهورية وهو ليوافقه يعين عبد العزيز القطي تعرف سي خالد اليحياوي هو يقولون مليك كادر الكبار في الامن الرئاسي من سيني لهو موالي لهذا لالذاك لهو مع رئيس لفلاني لالفلاني لالفل تاني خلينا نقول التعينة ذايا هل هو تعين رجالات اليوم نحكي على قيس سعيد ولا نحكي على تعين محايد موضوعي لرجل الامن فذ وأثبت كفاءته واستقلاليته اولا سي خالد يحيوي هو ابن المؤسسة الامن الرئاسي يعني مش جايبوا من بلاسة اخرى مركب على الامن الرئاسي الخاطر انتاع ولا الخاطر قريب ولا خاطر كذا هذه باش نبدأ واضحين هو ابن المؤسسة موجود فيها كان يشتغل وقت سي المنصف المرزوق يشتغل وقت الباجي قايد السبسي موجود اختاروا سيد رئيس الجمهورية ليكون مديرا للامن الرئاسي بطبيعة الحال رئيس الجمهورية اليوم يا حبيبي يا اخو في اجراءات استثنائية وحال الشانتي كما هذية ويقوم بعملية انقاذ وطني للبلاد ما هوش زادة مش يلعب يجيب ليجي ولا مش يسمي ليجي مش يسمي الناس اللي عندهم فيهم الثقة خبر الرجل خدم معها الرجل يعرف الكفاءة من الرجل هذية يعرف وفاء الرجل وحبه للبلاد لانه اليوم حاجتنا بناس وطنيين يحبوا تونس مش يحبقى السعيد وعطاه المهمة هذية هل تتوقع انو الاحزاب الكبرى مش تلتحق بالرئيس في تشكيل حكومة مصغرة انا حسب رأيي هذا تشكيل حكومة مصغرة هو مطلب العديد من الاحزاب عندك تشكيل حكومة مصغرة رحيل الحكومة هذية مطلب اغلب الاحزاب تشكيل حكومة مصغرة مطلب اغلب الاحزاب اصلاحات دستورية على مستوى نظام الحكم مطلب كل الاحزاب وقانون الانتخاب قانون الإنتخابي ما طلب كل الأحزاب ولch ai sim��� عليZi ما طلب كل الأحزاب قانون الإحزاب ما طلب كل الأحزاب قانون الجمعيات ما طلب كل الأحزاب كل Drive موجود الميكانيك Aunque لا تخرج قد بالميز وربة أحزاب ولربة الرغبة الشعبية اللي شوفناها البارة. الاحزاب قلت انت حقد رأينا عبير موسي اليوم ما تروح عليها وإلا لا. الطيار الشعبي نفس الشي. الطيار الديمقراطي. الحركة الشعب. انا شو بشي عملي. انا اعتبر بانه اليوم فرصة اعطاها رئيس الجمهورية للاحزاب هذية لتنقذ نفسها. كما مش تنقذ البلاد. هو اعطاها فرصة قالهم انقذوا انفسكم. يا اما اليوم مش يجي في صف الشعب. وفي صف ما يريدوه الشعب. وفي صف مطالب الشعب هذية لانقاذ البلاد هذي. من منظومة حتى كان كنت فيها اخويا على الاقل تخلص من ذلك. ويجقول راني انا مع هاتي الاصلاحات. مع هذا التوجه. ولكن راني سيد الرئيس مش نقعد عين رقيب عليك. لانه احنا كذلك خايفين من المشكلة. هذا والمشكلة هذية. وهذية انا اعتبره حاجة عادية جدا. ولذا اقتناس الفرصة. منقيبا الاحزاب السياسية الان. لانه فمجد المقراطية من غير احزاب سياسية. ومتأكد بانه زاد العملية اللي قام بها رئيس الجمهورية. ستعطي المجال لخلق قيانات سياسية ج جديدة. وهذا كهو المطلوب. وهنا مش يخرج الجيل السياسي الجديد. الذي ننتظره جميعا. واللي ربما يكون بديل. لكل ما هي منظومة قديمة. خاصة اللي مراجعتش انفسها. هل الشعب يريد الاحتجاج من جديد. سي سوفيان عاشور عن حركة خمسة وعشرين الجولية بيش تواصلوا حرككم بيش تتمسكوا بالشارع. وإلى متى. نداء اتي للتواسة لكلهم يخرجوا من توا. نداء للتواسة لكلهم يخرجوا من توا. جالك. بافاتك. ضربوا بلادك. التباعد. نشدوا بصحيح. يوميا. كان لزم نباتوا في الشارع نباتوا في الشارع. ردوا بالنا. نبعدوا على معرضنا هاتي جاء حد كورونا. قال لغالو. عمنا ولا روب في الوقت هذا. عندنا سفر حالة. عندنا سفر حالة. عندنا سفر. حالة. عندنا سفر. حالة. عندنا سفر حالة. إنه اه. دون زين دي زين دو جور. اي. لو أنه عدد الاصابات بالكورونا يعود يعمل بيك. وانا هذا هذا ما اتوقعه بالشاهلوان اي تحسوا راحكم مسؤولين شوية ولا برش على حكاية ولا احقولنا تفش مسؤولين ها؟ مسؤوليتنا اني اا شوف اللي صار وعايشين ومبعضنا اتي حد ما احترم الشعب التونسي حد ما قدر الشعب التونسي نخرجو نتباشحو مية تلف متظاهر وش كل رخص لهم عناول في الوقت هيا يقبل احنا ميتين بالحمل احنا ميتين بالحمل علي انتوك ها هو الفشل وعدم قدرة التعاطي مع الازمة الصحية متاع الحكومة متاع المنظومة اللي كانت موجودة مظهليش مش يتعطي دي دي جاء اكثر لربما من الخروج بتاع الناس اللي خرجت البارح ولي مش تخرجت وبعض قدو سبب الدعوة والنزائر يا سي سوفيان اما لكن انا متأكد انو حتى كان صار البيك هذيه من اجل البلاد ومن اجل تونس ولانو الناس ما عادش خايفة من الموت متاع الكورونا لانو وراهم كان عندهم لربما تهديد متاع موت متاع منظومة قادة تقتل فيهم كان مش بالكورونا رب عاجات اخر وانا اقنع بالكلام هذيه عائلات الناس اللي بيش تتوفق شوالا رب يحمي ناس الكل ويحمي تونس عائلات الكل عائلات الكل عائلات الكل عائلات الكل عائلات الكل يبكي من داخل الاهباط الاهباط باش الظاهر يتحمل مسؤوليته شكرا ليك سي عبدالعزيزة القطي شكرا على الصراحة شكرا على القراءة شكرا عشور سي عشور سوفيان عشور نذكر انتي عضو عن حركة 25 نجويليا والجروب اللي فيه 700 ألف 700 ألف نذكر مشارك في الجروب هذي تعمل في ثلاثة سابيع وهك تشوفو شنو الارقم اللي يحققها شكرا ليك لادعو التوانسة بشي يواصلوا التظاهر التحرك في الشارع شنو السبب لي مو سندت الشي اللي قاعد يصير طو في البلاد وحنا رانا موجودين رانا موجودين الشعب موجود واضح مضي ساعتين إلا دقيقة على إيافام في تسعين دقيقة مواصلين من بعد شوية يكون ضيفنا الصافي سعيد النائب والسياسي طبعا يكونوا معنا كذلك طرق الكحلوي شاكيب الدرويش واسوفيان بن حميدة توتسويت إيناس أخبار تقص بطبيعة كيل عادة على إيافام من بعد شوية أخبار إيافام مع أنيسة المكشاح ونحن مواصلين قد ولا إيافام كل الأخبار لحظة بلحظة